نفذت طائرة تابعة لشركة ديلتا إيرلاينز هبوطاً اضطرارياً في مطار جون كينيدي وذلك بعد اكتشاف وجبات طعام فاسدة على متن الرحلة المتجهة إلى أمستردام وفقاً لما ذكرته صحيفة ديلي ميل البريطانية أكد أحد المسافرين أن وجبات دجاج مصابة بالعفن قد قدمت للركاب وطاقم الطائرة وأفاد الشهود أن الطيار أعلن أن الهبوط الاضطراري كان بسبب وجود مشكلة غذائية وأفاد المسافرون بأنهم شاهدوا عفناً على الدجاج الذي قدم إليهم وأشاروا إلى أن الطيار تناول نفس الوجبة التي قدمت للركاب استقبل المسعفون الطائرة بعد هبوطها في مطار جون كينيدي وتم تقديم المساعدة للركاب وعشر من أفراد طاقم الطائرة الذين لم يحتاجوا إلى رعاية طبية خاصة أو عاجلة ونقلت ديلي ميل عن متحدث باسم شركة الطيران قوله تم تحويل الرحلة من ديترويت إلى أمستردام إلى مطار جون كينيدي في نيويورك في وقت مبكر من فجر الأربعاء بعد تقارير عن تلف جزء من الوجبات على متن الطائرة في المقصورة الرئيسية وأوضح المتحدث أن فريق سلامة الأغذية قام بإشراك موردين لعزل المنتج على الفور وبدء تحقيق شامل في الحادث لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات على متن الطائرة من طراز بوينغ 767 التي كانت تقل 176 راكباً وطيارين وخمسة مضيفين في ذلك الوقت ترجمة نانسي قنقر